هاي زيوكو عاملين ايه؟ نعاكو خلود والفيديو ده هجاوب على سؤال برضو اتبعتلي على دي ام عن الاحلام اوكي يمكن حد سألني في نقطة بس انا لقيت ان انا قريدي كنت عايز كلم عن الموضوع ده لانه الموضوع له ابعاد كتير دينية ونفسية اوكي برضو زي ما احنا متعودين انا هتكلم على الاحلام الاحلام اللي هي دريمز اللي هي الاحلام اللي لما بنحلم بيها مش الاحلام اللي هي انا عايز اعمل ايه لا الاحلام اللي بجد يعني انا لقيت ان الموضوع ده مهم في قولان كتير موضوع كبير جدا انا هحاول اديكو الزتونة يعني زي ما بيقولوا وممكن هتكلم على تفاصيل تانية في فيديوهات تانية وبردو انتوا طبعا تقدروا تبحثوا في الموضوع براحتكم ايه يعني ايه احلام وإيه فايدتها وإيه لقيتها في نظريات فرويد وإيه وهل في رؤية والرؤية دي حلم ده اللي انا هحاولي اجاوب عليه في الفيديو بتاع النهاردة اوكي بس قبل ما انسى بقى لو انتوا على الانستجرام لايك وكومنز وبعاتوا اسألكوا على الدي ام وعملوا فولو الاكاونت لو انتوا على اليوتيوب لايك وشاير وكومنز وسابسكرايب ونفعلوا طيب الاحلام علم الدريمز او الاحلام طبعا من الناس اللي تكلمت كتير جدا على الاحلام طبعا فرويد اللي هو ابو الطب النفسي الحديث اوكي المودر سايكولوجي تكلمت كتير جدا عن الاحلام اه طيب خلوني اقول لكم الاول نظريات فرويد او فرويد يعني مختصر قال ايه على الاحلام واقول لكم الناحية التانية الدينية بتقول ايه اوكي خلينا منتفق ان النفس البشرية معقدة جدا اكتر ما تتصور ليها ابعاد وليها لفلز كتير جوه احنا مش مدركينها او مش اي حد عارفها طبعا الوعي بتاعنا عبارة عن conscious و subconscious عقل واعي وعقل لا واعي الاقوى والمتحكم فيك اقوى بكتير هو ال subconscious العقل اللا واعي طبعا العقل الباطن هو ده اللي بيخليك تحب وتكره تكتئب وتفرح تحب يعني تعمل حاجة متعملية تخاف تتدايق بتخزن فيه تجاربك كلها من الطفولة اي حاجة عدت عليك بتتخزن فيه whether حلوة او وحشة اوكي العقل الوعي ما بيفتكرش اغلب الحاجات دي يعني العقل الوعي ده بيركز اكتر في الحاضر شوية في الزاكرة للحاجات القديمة بس فيه حاجات بتتحفر يعني حد مثلا بابات وفا اوكي خلاص ماشي عقله الوعي هيزعلها هيقعد فترة حزين وهكذا وخلاص وهيتهيقله ان الحياة عدت والدنيا مشت والوقت عده وخلاص لكن حاجة زي دي بتتسمى في علم النفس تروما تروما يعني حاجة قوية صدمة قوية هزتك نفسيا اوكي مش دايما بتكون عدت مفيش حاجة بتعدي كده فيه حاجات بتحتاج علاج نفسي وفيه حاجات بتحتاج يعني بتعدي بقى من عند ربنا بقى ربنا بيلطف بينا بس هو عمتا فيه حاجات ما بتعديش بتسيب اثر في السابكنشس في العقل الباطن يمكن بيفضل مثلا مثلا الشخص ده حاسس طول الوقت بعدم الامان حاسس طول الوقت بالخوف حاجات بقى كده بقى تختارف من حد لحد لما بيديجوا يدوروا او الطب النفسي بيدور بيلاقي انه وضع اصله في العقل الباطن في السابكنشس انه هو لسه عقله معداش الصدمة او التروما بتاعت فقده لبابا اللي هو مصدر الامان في الدنيا اوكي فده عمله كعبالة كده نفسية مخلي انه هو مش فاكر هو حاسس انه انا مجيش خلاص انا مبقيتش يزعلين خلاص ده اقلمت ماشي ده العقل الواعي حاسس شايف انه هو الدنيا خلاص عدينا لأ السهاية بتكون ما عديتش هو ده السابكنشس خطر جدا وسبب المشاكل نفسية كلها بتكون في السابكنشس اغلب انواع الفوبيا اللي بتبقى عندنا بتكون حاجات حصلت لنا واحنا اطفال اتخزنت في العقل الباطل احنا نسيناها لكن العقل الباطل ما نسيهاش وبقى اينا نخاف ما الضلمة خاف ما الضلمة ليه تلاقي نفسك اتحبست مثلا وانت صغير في قضا مقفولة ولا ايا كان انت نسيت الواقع انت ممكن تكون نسيتها بس هي تحفرت خلاص في السابكنشس بقى عندك هلع من الضلمة وانت مش فاكر ليه اصلا هو ده السابكنشس او العقل الباطل اوكي طيب العقل الباطل ده ما بيظهرش طول اليوم طول اليوم بيكون مخفي كده قاعد كده ايه في الضراء واخد جنب وابعماش اي حاجة اللي شغاله حياتنا اليومية العقل الواعي اللي هو الكونشس ماين سابكنشس بيبدأ يفوق لما الكونشس ماين بينام اللي هو في مرحلة النوم او الاحلام اوكي بيبدأ اللي بيتحكم في الحلم واللي بيتحكم فيك من ساحة ما بتنام لحد ما بتصحى هو السبكونشس العقل الباطل مش العقل الواعي اوكي طيب يعني اقدر اقول ان الاحلام هي المتنفس بتاع السابكنشس الحاجات اللي جوه السابكنشس بتطلعلي في الحلم وده اللي قاله فرويد قال ان الاحلام عبارة عن انعكاس لعقلنا الباطل اي حاجة متخزنة في العقل الباطل لو عايزة تطلع بتطلع في الاحلام ودي وزيرة صحية جدا بتساعدك على الشفاء النفسي لما تكون انت مكبوط من حاجة ومزنوقة في السابكنشس وانت متضايق جدا منها وتيجي تحلم بالليلة انت بتضرب الشخص اللي مدايقك في الحلم او 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 ده بيساعدك تنفس طاقة الغضب اللي موجودة في السابكنشس فهي حاجة ربنا عملها عشان السابكنشس ده مرقعش زي الحالة البرستو حالة الضغط من كتر ما هو كاتم على نفسه وقفل كده لا بيبقى وسيلة انه ينفس عن الطاقة السلبية لجوه وذر غضب خوف ايا ان كان بتطلع لك في الاحلام نوع من التنفيذ عن العقل الباطل ودي حاجة صحية وبتحمي شوية من الامراض النفسية لحد كبير فده يعني نقدر نقول ده اللي قاله فرويد وده ميزة نومبر وان في الاحلام ان هي متنفس للسبكنشس او للعقل الباطن طيب على فكرة الفيديو ده ممكن يبقى اطول من الفيديوهات العادية شوية لان الموضوع ده كبير بس هحاول اقوله مختصر تاني ميزة او تاني فايدة فرويد وعلماء النفس قالوا ان الاحلام بتفيد الانسان في ايه في انه في العلاج النفسي طيب يعني ايه احنا قلنا ان السبكنشس ده هو بيطلع في الاحلام ساعات بيجي مريض يروح للعادة الطب النفسي وعنده كتاب مثلا اوكي يجي الدكتور يقوله ميلك مش عارق ايه هو مش عارف هو المريض نفسه مش عارف ميله هو مخنوق وخلاص اوكي ساعات الدكتور النفسي طبعا من ضمن اساليب العلاج الكتير من ضمنها العلاج عن طريق الاحلام انه هو يقوله لما تسحى منه اكتب الحلم يعني لو افتكرت الحلم اكتبهولي اكتبلي انت حلمت بايه يجي الدكتور يشوف الحلم طبعا فيه رموز بقى معينة طبعا فرويد قالها وعلماء النفس الطب النفسي قالوها وفيه بقى انا بكلم على صعيد الطب النفسي انا بكلمش على موضوع الدين بيعرفوا مثلا ده رمز الكذا وده رمز الكذا فبيعرفوا انت ايه مشكلتك ايه اللي عقدة اللي جواك ما خليك عندك اكتب لو انت نفسك مش عارف فالاحلام وسيلة انك تعرف عقلك البطن فيه ايه فهي وسيلة تنفيذ للعقل البطن ووسيلة كمان انك تعرف انت ده ليه يعني ممكن انت تعملها لنفسك على فكرة انا سأعملها مع نفسي او لو حد راح للطب للسايكايترست يعني او دكتور نفسي يقدر يعرف بيها المريض مشكلته ايه سامهاو يعني طيب تالت حاجة ان الحلم فيه تعليم فرويد وعلماء النفس قالوا ان الحلم بيبقى وسيلة تعليمية يعني ايه يعني عن طريق الحلم انت فيه حاجات بتتعلمها يعني دروس بتجيلك بتتعلمك او ازاي اقدر مثلا لو في موقف معين اطلع منه ازاي مش عارف ايه شكرا دايما يقول لك لو عندك مشكلة فيه مشكلة في الشغل مش لقلها حل فكر فيها قبل ما تنام بعشر دقايق العشر دقايق اللي قبل ما تنام انت على طول وانا غالبا هتصحى فيه في دماغك حل ليه لان السابكنشيس مايند او العقل البطن بيقضي يفكر في المشكلة طول ما انت نايم فبيفكر من كل الزوايا وبيطلع لك حل اوكي ساعات كتير لو عايز تحفظ حاجة ومش عارف تحفظها من وسائل الحفظ ان انت قبل ما تنام قعد قولها كتير هتلاقي نفسك هتسهى حافظها لان العقل البطن هيفضل يقررها وانت نايم فالعقل البطن بيعلمنا او ان نقدر نقول ان الدريمز او الاحلام بتعلمنا حاجات مهمة للحياة لحياتنا اليومية طيب عشان كده لقوا ان كل المخلوقات بتحلم مش بس الانسان الحيوانات الحشراء كل حاجة في الحياة بتحلم معادة السمك وهقول لكم برضو ده ايه الهدف من الموضوع ده كل حاجة بتحلم جابوا فرين وعملوا لها تحليل لأحلامهم طبعا عن طريق زبزبات المخ بقى وحاجات كم مهم يعني لقوا ان الفار لما بينام بيحلم انه بيهرب من مسيادة انه بيهرب من قطة اللي هي السورفايفل سكيلز الحاجات اللي هم محتاجها عشان يعيش عشان يهرب من القطة ومن المصايد وكده القطة بتحلم برضو انها ازاي بتصطد مش عارف ايه ازاي بتهرب من ايه فربنا بيعلمهم في الحلم ازاي تعيشوا مع الحياة اوكي فده في الانسان وفي كل المخلوقات زي ما قلنا معادة السمك طيب رابع حاجة الاحلام بتفيدنا فيها على فكرة حتى لو صحيت مش فاكر الحلم خلاص بتكون قريدي عقلك البطن لقط الدرس اللي فيها اوكي طيب رابع حاجة الزاكرة الاحلام هي المحفز الاساسي للزاكرة يعني من اكتر الحاجات اللي بتقوي الزاكرة عند الانسان وكل المخلوقات هي الاحلام اوكي واذر افتكرتها برضو او لا لما تسحق بس هي بتحفز الزاكرة اللي عندك عشان كده بيقولوا اللي ما بيفتكرش يقولوا انت عندك ذاكرة السمك ليه بيقولوا كده لان فعلا السمك ما بيفتكرش ما بيفتكرش ليه لانه ما بيحلمش السمك هو المخلوق الوحيد اللي ما بيحلمش وده اللي قالو اطباء النفس السمك هو المخلوق الوحيد تقريبا على حد ما انا فاكرة يعني طبعا انا ده اللي فاكرة يا جماعة اوكي او المتعرف عليه ان السمك هو المخلوق هو الوحد اللي ما بيحلمش وعشان كده ما بيتعلمش وعشان كده بينسى مفتكرش خالص إزا السمك ما عندوش فعلا زاكرة قوية نهائيا يعني عشان كده لما بيشبهه حد بينسى كتير وانت زاكرة السمكة لأنه السمك ما بيفتكرش بس ليه ما بيفتكرش هو بيحلمش فما حدش يقول أحلام مش مهمة لا مهمة أوكي طيب ده كده نظريات علم النفس هروح للشق الديني هل كل الأحلام هي بمجرد عقل بطن؟ هقول لكم حصل اختلاف في الموضوع ده كتير ما بين العلماء علماء النفس وما بين رجال الدين والناس كلها المهمة أن خلاصة الموضوع واللي أنا شايفة أنه وقاعي فعلا إن أغلب الأحلام بتكون عقل بطن فعلا أوكي؟ ولكن جزء صغير أو نسبة بسيطة منها ممكن تكون رؤية فعلا أوكي؟ رؤية يعني إيه؟ يعني رسالة ربنا بيبعتها لك يا تحذيرية يا إما بشرة لشيء ما يا إما إجابة على حاجة محياراتك في حياتك أوكي؟ بتبقى رسالة من ربنا ليك تمام؟ وطبعا في جزء بيبقى شيطان بقى بيلعب بعقلك الباطن يعني بيشوف ما خوفك إيه ويطلعها لك أنت خايف مثلا تفقد خايفة تتطلقي تحنا من يجب تتطلقي ده بيبقى شيطان بيخش جوه الساب كونشوس بيعرف إيه اللي مخوفك فبيخوفك أكتر في الحلم ولكن الرؤية اللي من عند ربنا ما بتكونش بتخوف قد ما هي بتكون يا إما بتحذرك من حاجة بتنبهك عشان ما تقعيش فيها يا إما بتبقى رسالة حاجة محياراك حاجة أنت زي اللي استخاركت وبرضا موضوع ده استخاركت أنا هتكلم عليه في فيديو لوحده على فكرة موضوع مهم جدا وأنا بالنس الموضوع ده مؤثر في حياتي التأثير يعني 180 درجة ولكن طبعا مش كل اللي استخاركت تبقى أحلامي بس anyway الرؤية فيه ناس بيجيلها رؤية كل الناس بيجيلها رؤية أعتقد أه وعلى فكرة مش بس المسلمين كل الأديان وحتى الناس الملحدين أعتقد أنه برضا صعب بيجيلهم رؤية ولكن بنسب يعني فيه ناس بيجيلها رؤية كتير وفيه ناس بيجيلها رؤية واضحة وفيه ناس ما بيجلهاش غير نادرا وفيه ناس ما بتجلهاش واضحة وفيه ناس ما بتفهمش إن ده قصة عن رؤية مش أي حلم يما بيبقى رؤية الرؤية بيبقى لها شروط معينة ويعني وبرده هرجع وأقول مش لازم تبقى نايم على وضوء وعلى جنبك المين لأ أنا تجربت الشخصية إنه لأ ساعات كتير جدا الرؤية بتيجي من غير كده أنت بتبقى عارف إن هي رؤية بتقوم حاسس ندير سيلة أنت جواك الثرد آي أو الآين الثالثة أنت بتبقى حاسس بحدثك ندير سيلة من عند ربنا زي إذا بتبقى فاكيرها أو على القالة الجزئية اللي فيها الرسالة بتبقى فاكيرها كويس بتقوم من الحلم فاكيرها أوكي؟ طيب ولكن نسبة قد إيه؟ نسبة قليلة يا جماعة قوي يعني مثلا لو أنت بتحلم مئة حلم من اتنين منهم مثلا ممكن يبقوا هما اللي رؤى والباقي ده خريف من عقلك الباطن أوكي؟ لأن الناس اللي بتشوف رؤى بتبقى محتاجة برضه هرجع وأقول درجة روحانية عالية عشان أنا لسه قايلة إنه كل الناس جي لها رؤى لأنا كده ما بنقدش نفسي عشان يفهم الرؤى أو تبقى بالنسبة له واضحة أو تجيله أكتر من غيره أوكي؟ لأن كلنا لنا لغة مع ربنا مختلفة كل إنسان لغته اللي ربنا بيكلمه بيها بتختلف لأن كل واحد فينا استقبله مختلف فيه ناس بتستقبل رؤى كويس فيه ناس بتستقبل إحساس فيه ناس بتستقبل علامات تانية يعني ربنا عارف انت هتفهم إيه ومش هتفهم إيه الناس اللي بتفهم الرؤى أو بتجيلها رؤى بتبقى قليلة ولازم يبقى ترددها الطاقي في حتة معينة الروحانيات بتاعتها في حتة معينة عشان يجيلها رؤى كتير لكن في العادي لأ أنا بتجربتي الشخصية والعلماء اتفقوا عليه إن الرؤى بتيجي قليلة التلاتة ربع أو يعني أقول إيه تسعين في المئة من الأحلام بتكون أحلام بتكون عقل باطن بتكون زي ما في رويد أيل سابكنشيس ولعشرة في المئة هاللي بتكون رؤى وبتجيلك في موقف معينة وفي أوقات معينة وبتبقى محتاج رسالة معينة فربنا بيدهلك فوقت معين مفيش حد ماشي يحلم برؤى كل يوم مفيش كلام ده أوكي مش أي حاجة نحلم بيه نقول آه ده فيه مصيب غى تحصل كلام ده غلط أوكي طيب ده بالنسبة لفكرة الأحلام فويدها إيه ليه إحنا بنحلم علم النفس وفرويد قالوا عليها إيه وطبعا يا جماعة تفسير الأحلام بالنسبة لمفسر الأحلام حاجة وبالنسبة لفرويد وعلم النفس حاجة تانية يعني فرويد مثلا لو حد قالوا أنا حلمت بأن أنا بعوم في البحر حيقوله دي الزاكرة بتاعتك لما كنت جنين في بطن منطق وعيم في السقل اللي في الرحم فدي من الزاكرة إياها مش هيقوله بقى أن أنت بحر ده معناه مش عارف حياة ودي حاجة ودي حاجة عشان كده خلي بالكم أن تفسير الأحلام كمان من المعجزات اللي نزلت على سيدنا يوسف يعني مش أي حد عنده قدرة تفسير الأحلام أوكي وبتختلف من حد لحد ومن رمز لرمز والموضوع تكبير جدا جدا بس يعني يمكن أنا حبيت بس أوضح رأي علم النفس في موضوع الأحلام أوكي ورأي رجال الدين في موضوع الرؤى إن هي أغلبها برضو وهما قالوا نفس الكلمة على فكرة أغلبها عقل باطن أو شيطان بيلعب بيك عن طريق برضو المخاوف اللي هو شايفها في عقلك الباطن نسبة بسيطة بتكون رؤية رسالة من ربنا وبتكون لسبب ما وبتكون غالبا تبشيرية أو تحذيرية لكن مش بقى بالواسودة هتحصل لك ومش عارف مين هيجر له إيه أعتقد إن ده بيبقى عقلك الباطن والشيطان طبعا معارف ما الشيطان بيدخل جوه عقلك الباطن بيعرف أنا مثلا خايف إن أنا أسافر السفرية دي حسنا لو سفرت هقع بالطيارة تحلم إنك هتقع بالطيارة وإنت مسافر فعلا وده ما بيكونش إن ده هيحصل ولا رؤية ولا بتاعة ده هو الشيطان شايف إنت خايف من إيه فحطولك في البطاعة عشان يعطل لك أمورك عشان يخوفك أكتر حاجات كتير جدا عشان كده طبعا بنقول أسكار قبل النوم وحاجات كده الموضوع له باقي كتير وأبعاد تانية كتير جدا خاصة في علم النفس هتكلم عليها لو إنتوا في الموضوع ابعتولي قلولي إن إنتوا تعرفوا أكتر عن الموضوع الموضوع له أبعاد كتير قوي وأبعاد في العقل كمان الباطن يعني مش السبكونشس العادي في السبكونشس والديب سبكونشس وحاجات كده كتير هنبقى نتكلم عليها لو إنتوا فيها أما موضوع صلاة الاستخارة لإن ده كانت من الأسئلة اللي تسألت عليها الاستخارة وبتيجي في أحلام ولا بتيجي إزاي وبتيجي فعلا ولا لأ كلام ده أنا هتكلم عليه في فيديو لوحده إن ده بقى تجربة شخصية وأحب نقله لكو لإن أنا من موقف معين حصل لي هحكيه لكو في الموضوع ده هتعرفوا الاستخارة دي إيه وبتيجي إزاي وفايدتها إيه وأنا لحد يومنا هذا ما بعملش حاجة في حياتي إيه لما بستخير الأول فالموضوع ده مهم ويمكن تكون ديرسية لأن عايزة نقله لكو يعني يمكن مش معلومة قد ما هي حاجة هتفيدكو في حياتكو جدا بس ده هيبقى فيديو بقى لوحده عشان أتكلم فيه براحتي أكتر ده بالنسبة النهاردة لسؤال الأحلام ورأي فرويد وولماء النفس وولماء الدين في الأحلام والدريمز يعني حاولت أختصر لكو كده الموضوع وأتمنى يكون الفيديو عجبكو طبعا إيه حاجة بتكلم فيها عميرو عليها سيرتش براحتكو ابحسوا في الموضوع أكتر أنا مجرد بفتح لكو الموضوع بدي أقول لكو كده نبزأ سيمبل للناس اللي تغننا في السن شوية اللي عايز معلومات أكتر يقدر يبحس بها وهيلاقي طبعا يعني كم معلومات مهول أوكي وبس كده نشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي